قصتنا معه بدأت من الميكانيك بعدما انتشرت صورته على مواقع التواصل حين أدهش الجميع بالشبه الكبير بينه وبين الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكن قصته مع الشيخ رفيق كما يحب أن يناديه تلازمه منذ تولي الحريري رئاسة الحكومة الصورة لم تمر مرور الكرام بنسبة إلينا من ناحية الشبه الذي يكاد يكون استنساخا فقررنا البحث عن بيار لنعثر عليه في جبيل حيث يعمل صائق فان لنقل الطلاب من وقت ما طلع رئيس حكومة تاني شهر العالم كلها يدلوا علي بالصابيع كان عنده خسل الشيبي هون بيشعره وكنت مثله أنا وعمقلك أنه كل العالم وما بروح كل العالم تنقص بس تشوفني شرت المعبر أنه أنا على الأرض بشبه الشيخ رفيق أنه كانت أشتغل شوفير تاكسي كل العالم يدقوا على المكتب بعطولنا الشيخ رفيق الشيخ رفيق زعيم منه شوفير تاكسي عدت مرات وآخر شي مثلهم خلص وما بعد بدي أشتغل أنه بيقولوا هيك عساس أنك بيشبه إيه بيشبه وكان كل الناس هلأ هلأ وما بروح شيخ رفيق بيقول لأ لمرتي بس تكوني ماشي حد مني عرمي بيقول لأ عرمي وهنا لابد من الإشارة إلى أنه عندما التقيناه لم نصدق الشبه حتى أن من يراه شخصيا يضيع للوهلة الأولى في محاولة للفصل بين الشخصين يرفض بيير إلا أن يبدل ملابس العمل ويرتدي البدلة يحدثنا عن بعض المواقف التي تعرض لها في حياته كشبيه للشيخ رفيق كنت طالع من عند القبر سيارة طاطعين هلأ شافوني طالع من هونيك أنا؟ نقزو واحد ضرب بفريم إجا واحد فت فيه هلأ بصر الحيديس أنا زمطت ضليت رايح عند الفرجن طلعت بالعربي دورت وفلعت بقى كنت بترابلس أنا ومرتي رايح تجيب غراد بتقلي بيير بيير وراك بمرم أنا هايك بشيف زال مريك اللعندي قال لي استيز ولو بليز إذا بتريد بدي أتصور صورة معاك ايه موقف رايح وعرم هو إنه هو مواكب مع الشيخ رفيق قال لي بدي أحرق لك قلب شعب التروبلسي بفشقوا علي وبيقولولي نحن رفيق الحريري ونحن رفيق الحريرة بديلون أنا كنت بالمواكب معه وقف أنا تحت صورته في عنده صورة وبالقبر عامل إيدي هايك هو وقف هايك هالوقفة هاي قمت وقفت أنا تحت الصورة بيركد واحد علي بيقول لي أنت خيوة يعبر بيير مرارا عن حبه لأل حريري وكيف حاول مرارا مقابلة الرئيسين رفيق وسعد من دون جدوة أنا رحت لعنده عدة مرات أتعرف عليه البوطة حواليه ما خلوني أوساط حتى عندي الشيخ سعد حتى عندي الشيخ سعد أكتر من عشرين مرة نزلت عباية الوساط يقولوني ما فيك ما باري بركي أنا لأني من طبقة وهني من طبقة بركي ممكن حيب بس ما بدي شي منهم أنا بس بدي تعارف مش أكتر أنه يكون يعرفوا أنه في شخص أنه بيشبه بايه بتروح أنه فيك؟ يمكن بالنهاية طلع رايب أنا وياهم منشبال عصيدة بعيدة شوية؟ ما والله ما بتعارف وهنا يقول بيير أنه سوف يعلن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة شوف عندي ناس بترابلوس كتير قد ما بيحبوا لي شيخ رفيق بيقولولي ترشح على الانتخابات واخذ الأصوات منها فاس نزل صورك بترابلوس بترابلوس بدي أعملها؟ بدي أعملها بدي أترشح على الانتخابات شخصية عفوية وطبيعية يحلو الحديث معه عن حياته كشبيه لزعيم لكن شبه هذا يبقى ظرفياً فبيير يبقى رجلاً يعيش الحياة بما فيها من بساطة يعمل طوال النهار ليعيل أولاده وفي وقت فراغه يلعب دور الزعيم نوال بري قناة الجديد